وعلى همش فعالية هذه هي البحرين في روما قام عدد من أعضاء السلطة التشريعية والمشاركين في الفعالية بزيارة إلى البرلمان الأوروبي والإيطالي والمتحف اليهودي للتعريف بالمناخ الإنساني الذي تعيشه البحرين من حيث التعايش بين جميع الديانات والمعتقدات المزيد في تقرير مفادة مركز الأخبار إلى روما سهر عصفور في اليوم الأول من فعالية هذه البحرين في روما انطلق المشاركون إلى الوجهة الأولى حيث كان هناك لقاء مرتقبان أحدهما مع البرلمان الأوروبي والآخر مع الإيطالي هذه اللقاءات خلصت إلى إعجابهم بتجربة مملكة البحرين الديمقراطية وبالتجانس الساحر بين كافة الأديان في مملكة البحرين معتبرين بأن رسالة البحرين الإنسانية نحو التألف والتعايش بين الجميع هي بمثابة العصى السحرية لتبديد الاضطرابات التي يعيشها العالم جراء آفة الإرهاب والتطرف والتمييز وفي نهاية اللقاءات تم الاتفاق على ضرورة أن تعم تجربة البحرين لتكون نموذجا يحتذا به البحرين نموذج رائع للتعايش بين الأديان لجميع الدول خاصة وأننا بحاجة اليوم إلى هذا التجانس بين الأديان فالحرية في البحرين تعتبر نموذجا مهما لنا في أوروبا أشكر ملك البحرين وشعبها على هذا التنوع نحن نعمل مع البحرين على تعزيز الحرية لكننا نحتاج لمزيد من اللقاءات والزيارات في الأيام المقبلة يعني ما أثلش سدورنا الإشادة التي أشاد بها اليوم بجستيانو لمملكة البحرين والذي قال فيه بأن مملكة البحرين اليوم مثال للتعايش ومثال للتنوع الديني وكما أشاد بجلالة الملك وحكمة جلالة الملك وسياسة جلالة الملك في إرساء هذه السياسة التي جعلت اليوم البحرين ينظر لها في جميع الدول سوى كانت الأوروبية واليسوية والعربية على أنها مثال للتعايش الديني البرلمان الإيطالي يعتقد بأن البحرين البلد الوحيد في الخليج الذي يمكن من خلاله أن يعيش الجميع بسلام أعتقد أن الإيطالي والبحرين عليهم التعاون لتعزيز هذه المبادئ لقاء آخر كان ينتظرهم في المعبد والمتحف اليهودي هذا اللقاء الربحاني ابتعد عن كل ما يعكر صف العلاقات الإنسانية خاصة وأن رسالة البحرين نحو التعايش والتآلف بين الأديان أصبحت عالقة في أذهان الجميع نحن في غاية السعادة لتواجدنا هنا لنشر رسالة البحرين وهذه هي رؤية جلالة الملك نحن بدورنا ندعو حخام إيطاليا لزيارة المملكة والاطلاع على ما تعيشه الديانات من تعيوش وتآلف أنا متشوق أن أتعرف أكثر على البحرين خاصة وأنني لم أزرها قد وأنا أعتبرها نموذجا رائعا وأتمنى أن تقتدي بها باقي الدول هنا ننطلق من حقيقة ما قد أرساه جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله خاصة في مملكة البحرين فهذه الساحة التي أعطت التعددية للدينية والفكرية وهذه المملكة التي ينبغي أن أقول أنها أيقونة التعددية الدينية والتسامح حافظت على أن نكون نحن هنا وبضيافتهم حتى في هذا المكان الكريم حتى يكون لقاؤنا مع باقي الأديان تكون رسالة سماوية لكل من يشوه ديننا الحنيف كنت أعتقد بأن كل من يعيش في البحرين مسلم لكن عرفت الآن بأن هناك تنوع رائع من الديانات وهذه باعتقادي رسالة مهمة للجميع وأتمنى مقابلة جلالة الملك قريبا نشكر الملك البحرين وهو والشعب البحريني ومدى بنا ديما الخلطة بناتنا تتزياد وديما في سلامة وأنتم ديما في خير وأحنا قبل بعضنا هون في أوروبا والتمام برضو في بحرين ما استطاعت أن تحققه رسالة هذه البحرين من نجاح في قلب أوروبا كان منطلقا من إيمان جلالة الملك المفدى ودعمه المطلق لمبدأ التعايش بين الجميع الأديان دون تمييز بين عرق أو جنس تجربة مملكة البحرين تحدت تلك الشعارات التي تدعو إلى التفرق بين الأديان فهذه التجربة فرضت نفسها وبقوة في العمق الأوروبي حتى باتت تلك الدول تأمل بأن تعيش تفاصيل هذه التجربة الجميلة صهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرية